السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشبوع قبل الوقت لان الناس ينتفعون بها اما الى طتالهم بعد صلاة العيد ما بقي ففائدة لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم قال عن زكاة الفتر هي طهرة للصائم من اللغو والرفتي هي طهرة للصائم من اللغو والرفتي وهي غينا للمسكين اغنوهم ذلك اليوم عن الطواف لكن السؤال اللي اطرح سعب العزيز ان هذه السيدة هي خرجاتها اصلا ولكن صعيب باش توصل بها اختها ليه مكفوفة يعني يجوز نعطيه لالاخت الزكاة ممكن نعطيها لكل شيء الا للاصول والفروع الاصول يعني والدك ما تعطيهمش الزكاة اعطيهم من حر مالك حتى الزكاة اوساخ الناس ونعطي الفروع الفروع ما نعطيهمش من ولادي ولادي نعطيهم من حر مالي اما من غير الاصول والفروع نعطيه لمن بغيت ممن توفر فيهم شرط الفقر والاحتياج فهي بغت تعطي اختها اللي انا اختها محتاجة عندها اجران اجر الصدقة واجر القربة ولكن ما تصل هو على فتوى على فتوى من العلماء قال لك بان ان شاء الله تعالى النية تابتة النية تابتة هي خرجتك الصدقة وضعت عنده واحد الناس ولكن هي بقى ما توصلتش به الاخت ديالها على مدة طويلة شهر او شهرين يعني فاتت القصد والفائدة من فاتها بعض العلماء كيتساهلوا في هذا الامر لماذا؟ كيقول لك لان احنا في الضرفية ناهينا را ما كيش الفقر المتكع را كل شي واكل وكل شي شارب وكل فقير غدوا وسطوا النصيب دياله مش بحل ايام زمان ايام زمان كالانسان ما عنده الا ذلك للقمة ديال القمح او ديال الشعير او ديال الارز اللي خصوية كلها ضروري ومؤكد اما دبال الحمد لله كل شي عنده وكل شي عنده مدخارات عنده الخير وعنده المدخارات فهذه فتوى العلماء قال لك تساهلوا فيها فلا حارج فيها انطلبوا الله تعالى يتقبلوا من عنده انه سميع قريب مجيب السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة